موسيقى نشرة الاخبار من قناة عدن الفضائية نستهلها بابرز العنوين موسيقى رئيس الجمهورية يتلقى برقيات تهنئة من ملك المغرب والرئيس الارتيري ورئيس وزراء البحرين بمناسبة شهر رمضان موسيقى الجيش والمقاومة يكبدى ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة بالبيضاء ومقتل قائد حوثي برتبة لواء بنيران الجيش بمأرب موسيقى موسيقى القوات المشتركة تصد تسللا لميليشيات الحوثي في حيث جنوب محافظة الحديدة موسيقى وتشاهدون في الاخبار المحلية ايضا موسيقى تطبيق حجر صحي منزلي للمواطنين لضمان السيطرة على فيروس كورونا بعدا موسيقى موسيقى محافظ حضر موتية يلتقي وكيل وزارة الداخلية لمناقشة الاوضاع الامنية بالمحافظة موسيقى من العناوين الى التفاصيل تلقى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة من اخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية هنأه فيها بمناسبة شهر رمضان المبارك وعبر ملك المغرب في البرقية عن اطيب التهاني لفخامة الرئيس بهذه المناسبة الدينية سائلا الله العلي القدير نجعل من هذا الشهر الفضيل بشير رحمة وعافية وامان لشعوب امتنا الاسلامية والعالم باسره تلقى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة من الرئيس الارتيري السياسة فرقي هنأه فيها بمناسبة شهر رمضان المبارك وقال الرئيس الارتيري في البرقية باسمي وباسم الحكومة والشعب الارتيري يسعدني ان اهنئكم بشهر رمضان المبارك اعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات كما يطيب لي بهذه المناسبة ان اعبر لفخامتكم عن تمنياتي الطيبة بموفور الصحة والسعادة من جهة اخرى تلقى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة من اخيه رئيس وزراء مملكة البحرين الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة هنأه فيها بمناسبة رمضان المبارك وجاء في البرقية يطيب لي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ان نعرب لفخامتكم عن اطيب تهانينة واخلص الامنيات بهذه المناسبة الكريمة سائلين المولى العلي القدير ان يعيدها عليكم بموفور الصحة والسعادة وعلى بلدكم الشقيق بمزيد من الرخاء والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركان برقية عزاين ومواساة بوفاة وكيل وزارة التربية والتعليم السابق محمد سعيد علي اثر معاناته مع المرض واشار البركان في البرقية التي بعثها الى اولاد المرحوم وكافة اسرته لمنقب الفقيد واسهاماته الفاعلة في خدمة الحقل التربوي والتعليم من خلال المناصب التي تقلدها منذ ان عامل مديرا لمدرسة الفاروق ومن ثم مديرا لثنوية تعز الكبرى بمحافظة تعز ومديرا لمكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز ومديرا لمكتب التربية في الحديدة حتى وكيلا لوزارة التربية والتعليم وعبر رئيس مجلس النواب عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم سائلا ان الله العلي القديرا يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان نعت الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وفات رئيس دائرة السلطة المحلية بالامانة الفقيد مقبل علي محسن القطيبي الذي وفته المنية في الوقت الذي كان يقوم فيه بواجبه الوطني بالحصر والاطلاع على الاضرار التي تعرضت لها العاصمة المؤقتة وقعد النتيجة الامطار والسيول للتخفيف من معاناة المواطنين ونوه بيان صادر عن الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بدور الفقيد المشهود له بالتفاني في اداء واجبه وما يحظى به من احترام وحب لقيادته وكافة زملائه حذر وزير الاعلام معمر الارياني من استمرار الميليشيات الحسية في التلاعب في كورونا بملف الفيروس والذي يعرقل جهود مواجهة واحتواء هذه الجائحة العالمية ويضع الملايين من اليمنيين في دائرة الخطر واوضح ان الميليشيات الحسية تدير كورونا كملف سياسي وعسكري وتعمل على استغلاله لابتزاز المنظمات الدولية وانتهاج سياسة التعتيم واخفاء المعلومات الحقيقية عن عدد الاصابات واشار الايرياني الى ان التقارير الواردة من العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات الحوتية عن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا تنبئ بكارثة تحدق بملايين المواطنين في ظل اخفاء الميليشيات لحقيقة الاوضاع وادارتها السياسية للملف وعجز القطاع الصحي عن تقديم الرعاية الطبية للمصابين في الموجة الاولى مضيفا ان تقارير التي حصلنا عليها من مستشفيات واطباء تكشف خطورة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مناطق سيطرة الميليشيات الحوتية وتدحض مزاعمها تسجيل اصابة واحدة فقط في استهانة واضحة واستهتار بحياة ملايين المواطنين الذين يجب اطلاعهم بالتطورات اولا باول لزيادة اجراءات الوقاية وحماية انفسهم ودعا الاريان الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتدخل العاجل والضغط على الميليشيات الحوتية لمشاركة البيانات والاعلان بشفافية مطلقة عن الارقام الحقيقية لحالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا تفاديا لكارثة قادمة وحفاظا على ارواح ملايين المدنيين الذين انهكتهم الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي قالت مصادر مطلعة ان معارك هي الاعنف اندلعت بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثيين الانقلابية من جهة اخرى في منطقة اليسبل الوهبية بمحافظة البيضاء وقالت المصادر ان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هاجموا مواقع حوثية عديدة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد العسكري والارواح لقي قائد القوات الخاصة التابعة للميليشيات الانقلابية مسرعه برصاص قوات الجيش الوطني في محافظة مأرب وقالت مصادر عسكرية ان المدعو محمد الحمران والذي يحمل رتبة لواء قتل برصاص الجيش الوطني في جبهة صرواح بمأرب واعترفت الميليشيات الحوثية بمقتله ويعد الحمران من ابرز القيادات المقربة من زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي وينحادر من مديرية مجز بمحافظة صعدة كسرت القوات المشتركة تسللا لميليشيات الحوثي على مواقع القوات المرابطة في جبهة حيس جنوب الحديدة وسقوط خسائر بشرية في صفوف الميليشيات جراء خروقاتها للهدنة الامامية وافادت مصادر عسكرية ان ابطال القوات المشتركة في خطوط التماس تصدوا لزحف حوثي على المواقع الجنوبية الشرقية لجبهة حيس واكدت المصادر ان القوات المشتركة حصرت العناصر الحوثية المهاجمة واوقعت عددا منهم بين قتيل وجريح هذا وتواصل القوات المشتركة توجيه الصفعات الموجعة للميليشيات الحوثية التي دأبت على اختراق الهدنة الامامية دون مراعاة للوضع الانساني رغم تمديد التحالف العربي لوقف اطلاق النار لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا احتشد الالاف من ابناء محافظة عمران لتدشين مطارح المحافظة والانضمام لكتائب اسناد الجيش الوطني وتقديم كافة انواع الدعم الشعبي للمعركة الوطنية المقدسة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية واعلن المحتشدون في فعالية تدشين المطارح عن جاهزيتهم العالية واستعدادهم للتوجه الى جبهات القتال والمشاركة بفاعلية في تحرير الوطن من الميليشيات الحوثية الكهنوتية مؤكدين على اهمية النفير العام في هذه المرحلة الفاصلة واكد وكيل اول محافظة عمران خالد بدر الدين ان اجتماعنا اليوم لدعم جبهات النضال انما هو دليل على الوفاء من ابناء محافظة عمران الابية التي تقدم التضحيات التل والتضحيات عبر الالاف من الافراد والضباط المنضمين ضمن الجيش الوطني دفاعا عن اليمن والجمهورية والحرية والديمقراطية اجلالا واكراما لأولئك الشهداء الابرار الذين قدموا ارواحهم الطاهرة قربانا لتحرير عدن والمحافظات الجنوبية احتفلت القوات المشتركة محور ابيان بالذكرى الخامسة لاستشهاد اللواء الركن علي ناصر هادي قائد المنطقة العسكرية الرابعة والذي ضرب اروع الامثلة في التضحية والفداء وفي الحفلة الذي اقيم في مبنى ادارة امن ابيان بمدينة شقرة حيث القى قائد القوات المشتركة محور ابيان قائد اللواء الاول حماية رئاسية كلمة مقتضبة شرح فيها مناقب شهيد البطل اللواء الركن علي ناصر هادي وقال ان الوقت لا يتسهع ان نذكر ولو القليل من تلك التضحيات التي قدمها شيخ الشهداء مع كوكبة من الافذاذ اللواء جعفر محمد سعد محافظ عدن واللواء الركن احمد سيف اليافع قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقوافل من الشهداء الابرار الذين قدموا ارواحهم لكي نعيش بسلام من جانبه شكر نجل الشهيد سند علي ناصر هادي رعاية المشير ركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة محور ابيان لهذه الاحتفالية مزيد من الاخبار المحلية بعد الفاصل لقي عدد من المواطنين حدفهم بالعاصمة المؤقتة عدن نتيجة اصاباتهم بالحميات ووباء كورونا وتكدس القمامة ومياه الامطار وانتشار البعوض الناقل للامراض نزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عمر الحطامي في ظل ترد الاوضاع الخدمية والانسانية تفشت الحميات في مناطق متفرقة من العاصمة المؤقتة عدن وانتشرت بشكل مخيف رغم الامكانيات البسيطة الموجودة هناك الا ان الوضع ينذر بكارثة كبيرة قادمة على المدينة ففي الايام القليلة الماضية مات العديد من المواطنين حتى بلغ عدد الوفيات لما يقرب المائة وعشرين وفاة وعدد الإصابات بالحميات المختلفة إلى ثلاثة الف وخمسمائة إصابة خلال الاربعة الايام الماضية ويذكر ان مدينة عدن تعاني من المياه الراكدة وطفح في المجاري وتكسد كبير للقمامة والمخلفات في الشوارع والحارات خاصة بعد الامطار الاخيرة ولا توجد اي حلول حتى الان من قبل الجهة المختصة بسبب الصراعات السياسية القائمة هناك وبالرغم من اعلان هيئة مكافحة الاوبية عن وجود حالات اصابة بفايروس كورونا في مدينة عدن الا ان الاخبار متضاربة حول ما هي الحميات المنتشرة في المدينة فهناك من يقول بان حم المكرفس والبعض يقول بان حم الظنك وبسبب انتشار البعوض بشكل كبير جدا بعد الامطار دخلت الملاريا في المعادلة ولكن الغالب الان هو فايروس كورونا وللأسف رغم مناشدات الاطباء في المستشفيات والمواطنين لجهات المسؤولة والمنظمات الدولية في ايجاد حلول سريعة لاحتواء المرض وتوفير الاسرة والاجهزة للمصابين الا ان المساعدات المقدمة لا تفي بالغرض وهناك تكدس شديد للمصابين امام المستشفيات وهناك مستشفيات اغلقت ابوابها امام المواطنين بسبب عدم وجود الامكانيات ختاما اذا لم تتدخل الامم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي لانقاذ المدينة بتوفير لازم لمواجهة فيروس كورونا فان اليمن بشكل عام سيكون انتشار الفيروس فيه بشكل كبير جدا وقد يتجاوز اعداد الاصابة في جميع دول العالم في ظل انتشار وباء كورونا وجهت الجهات الصحية بمحافظة عدن بتطبيق حجر صحي منزلي للمواطنين لضمان السيطرة على الفيروس وامكانية التعامل مع حالات الوباء المعلنة وكذا المخالطين معهم مزيد من التفاصيل وتقريب زميل لبيب محمد علي تعصف ببلادنا عمة وعاصمتنا خاصة جائحة اقل ما قيل عنها في بلدان العالم الذين سبقون اليها بالخطيرة والقاتلة وتأتي الخطورة عندما يتم التعامل مع هذا الوباء الذي حصد ارواح الناس يوميا وبشكل منظم ينطبق مع مدى عشوائية اسالب حياتهم فالعشوائية في التعامل قد تكون سببا في الكوارث حكاية المخالطة والملامسة اكثر حاجة اثناء فترة الازدحام فاتمنى من جميع مواطنين الكرام في ظل انتشار قائحة كورونا الآن في اليمن او تحديدا في عدن تقنب الذهاب الى السوق باستمرار تقنب المخالطة تقنب الاحتكاك الذهاب الى المولات حتى الزيارات يستحسن عن تقلل من الزيارات العائلية والمخالطة لانه معروف كيف طريقة انتشار الكورونا عدم الاختلاط وعدم التجمعات وعدم النزول للسوق بكثرة يساعد نحن هكي قطع الصحة ان نحصل الفيروس ونقضي علوه بشكل كبير جدا والاصابة تكون اقل والمتوفين بيكون ان شاء الله اقل باذن الله مواطن والمحافظة بين مصدق ومكدب لوصول الوباء لبلادنا واخرون يحاول انتباع الارشادات والاجراءات الوقائية الخاصة بالتعامل مع اجراءات القضاء على هذا الوباء في ظل تهكم اخرين غير ابيهين بخطورة الموقف والذين غالبا ما يكونون فرسة سهلة لهذه الجائحة او خير ناقلين لها وهنا يكمن الضلع فعلا لحد الان في ناس من الذين تعامل معهم مش مستوعبين الفكرة يعزوا الوفيات والحالات التي تظهر على انها مكرفس او ملاريا او ضنك او 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 هذه الحالات موجودة لكن برضو نقول ان حالات الكورونا موجودة ومنتشرة وضنة موجودة لازم ننتبه له داخل البلد هذه لانه سبحان الله اذا كان حصل ان انتشرت بشكل كبير عندنا ما بيكونش ثلاثة ماتوا اربعة ماتوا لا بيكون اصحاب القلعاء ماتوا اصحاب الشاه ماتوا اصحاب عالم ماتوا بالشكل هذا فلازم نحن نتبه لهذا الوضع وارقوا من الناس لهم يتفهموا هذا الوضع ويفهموا ان التزاحم خاصة مثل المولاد في سوق القاتل في الشوارع ينتبهوا لهذه الأشياء ويحاسبوا عن نفسهم لانه وضعنا نحن غير وضع اذا كان دول كبرى مثل الولايات المتحدة مثل فرنسا ايطاليا شخص الذي لابس الكمامة هذا يقي نفسه ويقي من حوله من انتشار المرض لانه برضو ممكن يكون حامل للفيروس وينقله للشخص الاشخاص المحيطين اللي تلاكعوا علينا ايوة مكرفة سيوة لكرونا بالشكل هذا انما الناس ستدقين بتتعرف المعناه هذا ايش معناته ويش اهم منته ان الجائحة لا تعبر ابواب البيوت الا ان فتح لها الابواب وتم استضافتها من خلال خروج ارباب المنازل ومعيليها الى الشارع دون اتباع الاجراءة الوقائية التي اصبحت الزامية للحفاظ على اروح الاخرين من الاخطار المحتقة والتي لا نعلم اين تكمن ولا نستطيع رؤيتها رؤية العين ان اول الاجراءات التي يجب اتباعها هو التزام المواطنين بالدعوات التي اطلقتها اللجنة الطبية المختصة بالتعامل مع الجائحة والداعية الى اتباع الاجراءات الوقائية بعدم الاختلاط وملامسة الاخرين وان تم يتبعه اجراءات النظافة وتعقيم الاجراء الملامسة والاغتسال الكامل في حال المخالطة هذا بالاضافة الى استخدام ادوات السلامة الصحية كالقفازات والكمامات التي تحقب الفيروس عن منافدنا وتجعلنا منيعين وغير سهلي العبور حاول تتخلص بقدر ممكان من الملبوسات التي عليك بطريقة صحيحة سواء تعريضها للشمس او وضعها في ماء حار الى قانب غسل اليدين بالماء اللي صابون تعقيم يعني او رش الاسطح او مقابضة فتحة الباب المفاتيح كل المقتنية التي كانت بحوزتك وانت في السوق تحاول تطهرها وتعقمها بالماء والكلور حفاظا على صحتك وعلى صحت اهل بيتك واذا في معك داع ستكون مشبعة بالكلور افحس او افحس قزماتك فيها ثاني حاجة ادخل حمام على طول يغسل ايديك بماء والصابون ويارد ان تغسل وجهك وإلا يفضل ان تنزع ملابسك كامل وتاخد دوش كامل وهذا الافضل وتيابك ايضا تصبن او توسل ان اصرار البعض على الاختلاط وعدم اتباع الاجراءة الوقائية لهو سبب رئيس في انتشار الوباء القاتل وازدياد عدد ضحايا فقد قلناها وسنعيدها الزموا بيوتكم تبقون امنين ودمتم سالمين لبي محمد علي لقناة عدن الفضائية العاصمة المؤقتة عدن التقى محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه بالمكلة وكيل وزارة الداخلية للشؤون المحافظات الشرقية اللواء الركن سعيد علي العمري وجرى خدال اللقاء استعراض الوضع الامني وسير تنفيذ الخطط الامنية بالمحافظة لتعزيز الامن والاستقرار في كافة المديريات والحفاظ على المكتسبات الامنية التي تحققت لحضر موت وابنائها واكد محافظ حضر موت خدال اللقاء على اهمية الدور الذي تقوم به الجهات الامنية وجهودها الملموسة في تحقيق الاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة ونشر الامن والطمئنين بين كافة فئات المجتمع في حضر موت مشيدا بدور وكيل وزارة الداخلية في مساندة الاجهزة الامنية بالمحافظة والاشراف على الكثير من القضايا الامنية لتعزيز منظومة الامن بحضر موت والارتقاء بها وتطويرها جانبه ثمن وكيل وزارة الداخلية الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطة المحلية بحضر موت وكافة الاجهزة الامنية بالمحافظة مشيدا بالمستوى المتقدم للاجهزة الامنية وتطويرها لآليات عملها وكسبها لثقة المواطن في حضر موت الامر الذي سهل من ادائها لمهامها في حفظ الامن ونشر الطمئنين في كافة مديريات المحافظة افتتح وكيل محافظة مآرب الدكتور عبد الربو مفتاح مركز عزل وعلاج حالات الاصابة بفيروس كورونا المسجد بالمحافظة ويتكون المركز البالغ كلفته أو كلفة انشائه من موازنته التشغيلية لستة اشهر نحو مليون دولار من جناح فرز الحالات المشتبه بها وجناح لعلاج الحالات التي يثبت اصابتها وجناح للعزل الصحي للحالات المصابة مزيد من التفاصيل ومرسلنا محمد الجتاسي الطلع وكيل محافظة مارك دكتور عبد الربو علي مفتاح وممدير العام الصحة والسكان رئيس الإجراء الفنية دكتور عبد العزل الشدادية على التجهزات الطبية والفنية لمركز العزل والعلاج لحالات الاشتباه والاصابة فيروس كورونا الرئيسي في عاصمة المحافظة اكد الوكيل مفتاح على اهمية وضرورة القرارات الوغائية والاعتراضية لمجابهة فيروس كورونا واشارب نظمة الدعمة لجهور السلطة المحلية نزور اليوم مركز العزل الذي تم انشاءه في محافظة مارب الذي لو قدر الله عز وجل هناك حالات يتم عزلها في هذا المركز مركز العزل في الحقيقة اصبح اليوم واقعي حاجة واقعي نشاهدها اليوم وان شاء الله بذل عز وجل لن يدخلها احد هناك اعمال تقوم بها المحافظة عبر مكتب الصحة والسكان ومنها وجود الفرق على منافذ المحافظة وايضا وجود شركاءنا في المنظمات اليوم مركز العزل تقدمه مكتب الهجرة الدولية ومعها بعض المنظمات منظمة الصحة العالمية وايضا منظمات اخرى هذا المركز العزل تكلفته تقريبا 700 الف دولار الى جانب ايضا المعدات والاثاث الذي سيتم اضافتها للكادر الصحي هناك كادر متخصص تم تدريبه للاستخدام السليم للاجهزة وايضا تدريب العاملين الصحيين فيها فانا بدوري ونيابة عن اخ محافظة المحافظة وعن ابناء المحافظة نشكر الهجرة الدولية لما تقدمه في ظل هذه الظروف الاستثنائية الذي يمر بها وطن الحبيب مدير عام الصحة والسكان رئيس اللقنة الفنية اوضح الاجراءات المتخذة على مداخل المحافظة والمديريات لمنع انتخال الفيروس نحن اليوم في هذا الزيارة لمركز العزل الرئيسي بمحافظة مأرب في جامعة اقليم سبا والذي تم انشاءه وتجهيزه من قبل شركائنا في جانب الصحة بتوجيهات من معاري وزير الصحة لست دكتور ناصر باعوم واللواء سلطان عرادة محافظة مأرب عمل الفريق بشكل دؤوب لإيجاد عدد من مراكز العزل ومراكز الحجر ومراكز الفحص الرئيسية في مداخل المحافظات نحن اليوم وضمن استراتيجية مكتب الصحة في التصدي ومواجهة كورونا وبالتعاون مع زملائنا في المكاتب التنفيذية في لجنة الطوارئ واللجنة الفنية عملنا على إيجاد مركز العزل الرئيسي الذي نراه اليوم واقع مع فريق متدرب بشكل كامل المنظمة الدولية الهقرة كدت مواصلة النعم لسلطة المحلية وغضاع الصحة والسكان ومركز العزل والوقاية اليوم أنتم كما ترون تم افتتاح الحجر في الجامعة هذا يدل على الاستعداد التام الذي تقوم به المحافظة وحيتم التجهيز الحجر في جميع الأدوات المكينيكا الفنتوليشن والأدوات العزل والذي يحتاجه المريض الكوازر الطبية العاملة في مركز العزل تمثل الدفاع الأول لحماية المواطنين من الفيروس الجهور التكاملية من قبل غير السطر المحلية ومنظمات الدولية واللجنة الفنية تمثل لركز الأساسية لمجابهة فيروس كورونا لقناة عدل الفضائية محمد جداسي محافظة مارك أقر اجتماع بسيئون بدء حظر التجول في عموم مدريات الوادي والصحاة من الساعة العاشرة من مساء اليومعة إلى الخامسة فجرا وفتح المساجد في أوقات الصلوات فقط وإغلاق مواقع الازدحام واتباع التعليمات والإرشادات والإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات الصحية ومدد الاجتماع قرار إغلاق منافذ وادي حضرموت والتوجه بمراعاة الحالات الإنسانية والاجتماع الذي رأسه وكيل المحافظة عصام الكثير وبحضور الوكيل المساعد المهندس هشام السعيدي وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير عام أمن الوادي مبارك العوب ثاني استعرض قرارات المحافظ الصادرة يوم أمس وأجراءات تنفيذها بما تقتضيه المصلحة العامة في حضرموت أيضا دشن وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حفريش الكثير اليوم العامل بوحدة تشخيص البيولوجية الجزئية المناعية بي سي آر بالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بي سيئون الذي سيسهم في سرعة تشخيص الحالات المصابة بفايروس كورونا أو أي أوبئة أخرى بتمويل من منظمة الصحة العالمية واستمع الوكيل الكثير ومعه مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور هاني خالد العمودي ومدير فرع مركز الملك سلمالي لغاثة والأعمال الإنسانية عبد الرحمن الصيعري من مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بسيئون الدكتور نبيل عمر بعباد حول طبيعة عمل الوحدة التي تتوزع على أربع غرف رئيسية للفحص البيولوجي مجهزة بكافة تجهيزات الرئيسية مع طاقم مختبري مؤهل للعمل عليها لافتا بأن وجود هذه الوحدة سيسهم في تسهيل وسرعة اكتشاف المصابين بفايروس كورونا المسجد بدلا عن إرسال العينات إلى خارج المحافظة الأمر الذي يترتب عليها تأخير نتائج الفحوصات بدوره أكد مدير عام مكتب الصحة بالوادي والصحراء خلو ومناطق وادي وصحراء حضر موت من أي حالة مصابة بهذا الوباء بتمويل من جمعية الرحمة العالمية في دولة الكويت دشنت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بعدا مشروع توزيع ألف حقيبة إيوائية وغذائية للمتضررين من هطول الأمطار الغزيرة بعدا بالتلسيق مع اللجنة العليا للغاثة ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة المؤقتة عدن بتمويل من جمعية الرحمة العالمية في دولة الكويت الشقيق واستجابة لنداءها لعدن من المتضررين جراء سيول والأمطار التي شهدتها للتنمية الإنسانية مساعدات إغاثية وإيوائية ضمن برنامج التدخل العاجل للمؤسسة في دعم منكوبي سيول 500 حقيبة إيواء و500 سلة غذائية جرى توزيعها بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة المؤقتة عدن ونخلالكم نشكر الكويت حكومتين وشعبين وأميرا بما تقدموا للشعب اليمني وشكل خاص لجمعية الرحمة العالمية التي هي تساهم باستمرار لدعم اليمن من المواد الغذائية وكل القطاعات عبر الكويت إلى جانبكم دولة الكويت والناس الطيبين لا يقصروا في تقديم يدى العون والمشاعدة وبهذه المناسبة مناسبة الشهر الفضيل أدعو كل صحاب الأيدي البيضاء ومنظمات المجتمع المدني الوقوف صفا واحدا من أجل إعادة البسمة لهذه المحافظة الطيبة محافظة عدن حقيبة الإيواء تحوي فرشان وبطانيات وخزان ماء صغير وأدوات الطباخ إلى جانب السلة الغذائية تم توزيعها للمستهدفين بمديرية صيرة ندشن اليوم توزيع الإغاثة العاقلة للسكان المتضررين في محافظة عدن وهي عبارة عن توزيع مواد غذائية أساسية لعدد 500 أسرة وأيضا توزيع سلة إيواء لعدد 500 أسرة أيضا في عدد من المديريات محافظة عدن بالتنسيق مع اللقنة العليا للإغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمقدمة من جمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت وهذا التدخل يساهم إن شاء الله في تخفيف معاناة الأسر المنكوبة جهود إنسانية متواصلة يقدمها الأشقاء في دولة الكويت الشقيق لدعم إخوانهم في اليمن من خلال مشاريع تنموية وإنسانية تنفذها مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية لتشمل كافة المجال ومنها اليوم إغاثة متضررية السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق مديريات محافظة عدن لقناة عدن الفضائية والضاحة الشليلي العاصمة عدن سلمت مؤسسة يداً بيد للتمية الدفعة الثانية من حاويات جمع القمامة لإدارة صندوق النظافة وتحسين المدينة بعدن وذلك في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والإصحاح البيئي في محافظة عدن والذي تنفذه المؤسسة على مستوى المحافظة بدعمه من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حوات الدفعة الثانية تسعة وخمسون حاوية لجمع القمامة وكانت المؤسسة قد رفدت الصندوق يوم الاثنين الماضي بواحد واربعين حاوية لجمع القمامة وأوضحت رئيسة وأوضحت رئيس المؤسسة وردى السيد أن المؤسسة والصندوق يكملان بعضهما في تنفيذ كل مرحلة في المشروع ويجري توزيع حاويات القمامة الجديدة على مستوى المحافظة وفق الخطة المشتركة كان هذا هو آخر خبر في نشرتنا ولمن فاتت النشرة هذا تذكير بأبرز العنوين رئيس الجمهورية يتلقى برقيات تهنئة من ملك المغرب والرئيس الارتيري ورئيس وزراء البحرين بمناسبة شهر رمضان الجيش والمقاومة يكبدان ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة بالبيضاء ومقتل قائد حوثي برتبة لواء بميران الجيش بمارس القوات المشتركة تصد تسللا لميليشيات الحوثي في حيث جنوب محافظة الحديدة وصلنا إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة عدن الفضائي إلى اللقاء